اشتركوا في القناة الحقيقة هذا الامر بيسبب مشاكل كتيرة جدا وبيجعل الاسرة في حالة تفكك وعدم استقرار وقابلة باستمرار لانها تختلف وتختلف اختلفات ممكن تقودهم الى مشكلة كبيرة بالرغم ان من صفات المحبة المسيحية والحياة المسيحية صفة من صفات المحبة ذكرها القديس بولس رسول فرسادة الاولى الكورنسوس صحة 13 لما بيقول كده ان المحبة لا تظن السوء بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل واحد فينا دايما يبقى بيفترض حسن النية في الطرف الاخر لان افتراض سوء النية بالتأكيد هيوجد خلافات وهيوجد كراهية احيانا الظن السيء في الاخر يقوله علماء النفس انه ليه اسباب اول سبب للظن السيء عدم وجود تواصل حسن بين الطرفين كل واحد بيحتفظ بفكره نفسه وبعدين تيجي فكرة سيئة ما يفتحش قلبه ما يتكلمش عنها فتبتدي تزداد تسيطر على فكره تجعل نظرته لشريك حياته سيئة التواصل بيننا وبين بعض باستمرار والتفكير المشترك والتفكير المفتوح واعلان ما في القلب للاخر يجعل العلاقة بيننا تقوم على التأكد من حسن الظن ومن حسن النية ومن حسن فكر الاخر ايضا يقوله علماء النفس ان كسرة سوء الظن تشير الى عنصر سلبي جدا وهو عدم الثقة في النفس لو انا ما عنديش ثقة في نفسي هي هيألي ان كل ما نحاولي ضدي وهنا برضو يحتاج الانسان باستمرار ان يراجع الافكار اللي في نفسه واللي في ذهنه عشان ما يبقاش عنده عدم ثقة بالنفس وفكري سلبي نحو شريك حياته ويفتكر الانسان ان اقرب الناس ليه بيتأمر عليه او ضده ثالث سبب لوجود سوء الظن في الاسرة اللي ممكن يهد الاسرة هو عدم التسامح بحيث ان لو في خطأ شريك حياتي يصنعه او تصرف تعبني ثم لم اسامحه في قلبي هيبقى هذا باستمرار دافع للظن السيء في تصرفات الاخر فنحتاج يا حباي ان دايما يكون عندنا نسيان للمواقف اللي بتحصل وان نتعتب عليها وتخلص التسامح يساعدنا على عدم السقوط في مشكلة الظن السيء يقول الكتاب المقدس نظرتنا للاخر نظرتنا لمن حولنا نظرتنا للشركائنا في الحياة لما بتكون حسنة بتجعل القلوب مفتوحة والقلوب في سلام وما فيش ظن سيء سراج الجسد هو العين ان متى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مسلما فلننتبه لألا تدخل فينا صفة سوء الظن ايضا سوء الظن نحيانا نأتي من عدو الخير افكار من الشيطان يبتدي يوجه تحت ناحية تفكيري ويصر عليها وانا ما بجاهدش روحيا وما ليش علاقة بربنا وما بفكرش في ضوء محبة الله وفي ضوء الانجيل فتثبت هذه الافكار في ذهني وتتحول الى ظن سيء بالاخر مما يفقدنا السلام بنا وبن بعض نحتاج يا حبنا انهنا نسمع صوت الروح القدس في انجيل يحنى لما يقول كده لا تحكموا حسب الظاهر اذا فيه فكرة شريرة او فكرة سيئة في قلبي اصارح بيها الاخر واتفاهم معاه واعرف سوء ظني ولا حسن ظني اعرف ان انا ظني سيء ولا ظني حسن نحتاج اننا باستمرار نتوقف عند هذا الامر مش كل كلمة نسمعها نفكر فيها بالسيء احيانا كل واحد فينا بيضعف ويقول كلمة كده ملهاش معنى او كلمة خاطئة او كلمة غير مقصودة وتكون غير مقصودة لكن اذا كان فيه حسن ظن وحسن نية ممكن الامور هذه نتسامح فيها بسرورة ونتسامح فيها تجاه بعضنا البعض فتكون علاقتنا مبنية على سلام الله الذي يفوق عقل سلام الله اللي يحل في قلبي وفي قلبي شريك حياتي فتكون حياتنا واسرتنا مبنية على السلام والتفاهم وعدم سوء الظن لانه مشكلة كبيرة ممكن تقع فيها باستمرار اظنونا انا وافكارنا ناحية الاخر تكون ايجابية وحسنة وباستمرار في الخير وبعد عن كل ما يسيء الى العلاقة بيننا والإلهان المجد دائماً أبدين اشتركوا في القناة